ده على مستوى منتخبنا خلينا قبل ما نخش في الصحف العالمية قالت ايه عن الكرة العالمية نتكلم في كذا يعني خبر سريع جدا نبدأه بنجمنا الكبير محمد صلاح نجمنا الكبير محمد صلاح خارج قائمة افضل لعب العالم ل2021 في اعتقادي في مفاجأة غريبة جدا جدا ان محمد صلاح خرج بره هذه القائمة اللي اعلنها اتحاد اللاعبين المحترفين طبعا اللي يمكن القائمة هنشوفها مع حضراتكم اضمة 23 لعيب من 23 لعيب دول هيتطلعوا احسن 11 او احسن تشكيلة لأحسن 11 لعب في كل position في العالم 2021 في حراسة المرمة طبعا غياب محمد صلاح زي ما بقول حضراتكم تاني خلينا نقول بكل امانة ان محمد صلاح في 2021 مع ليبر بول ما كانش مش محمد صلاح لكن ليبر بول ما كانش على المستوى وكمان على مستوى المنتخب المصري طبعا يعني هنتكلم على الجزئية دا طبعا مع نقدنا الكبير اللي دفنا النهاردة في الحلقة المحترف طبعا النقد الرياضي اهاب الجنيد خلينا نتكلم على كمان زي ما حضراتكم شايفين فيه تسعة لعيبة يعني على أرسلهم محمد صلاح هم دول الغيبين عن قائمة المرشحين لفريق العام محمد صلاح عندك طبعا هاري كين اللاعب الإنجليزي وطبعا قائد توتنهام لوكا مودريتش طبعا لعب ريال مادريد كانسيلو عندك كوارتوا عندك كيميتش لعيب البايرن منول ناير ماسون ماونت وطبعا دي ماريا دي كمان كلها أسماء خارج قائمة المرشحين لجائزة أو لفريق العام 2021 واللي يمكن اللجنة اختارت 23 لعنة على مستوى حراس المرمى فيه أليسون بيكر ده طبعا حارس مرمى ليبر بول فيه دونا روما طبعا حارس مرمى باريس سان جرمان وطبعا إدوارد مندي طبعا ألسن غالي حارس مرمى تشيلس على مستوى خط الدفاع جوردي ألبا ده طبعا برشلونة ديفيد ألابا طبعا ريال مادريد أرنولد الباك يمين لليبر بول بونوتشي طبعا سير دي باك أليو فينتوس دانيا ألفش طبعا بارشلونة وطبعا دياز قائد دفاع منشستر سيتي على مستوى خط النص بوسكتس طبعا بارشلونة برونو فرنانديز طبعا البرتغالي ونجم منشستر يونيتد كيفين دي بروين البلجيكي ونجم المان سيتي فرينك دي يونج طبعا فيه فريق بارشلونة جورجينيو طبعا الإيطالي فيه فريق تشيلسي كانتي فيه فريق تشيلسي وعلى مستوى خط الهجوم كريم بنزمة النجم الفرنسي وقائد ريال مادريد طبعا هالند طبعا فيه قائد وأسطورة طبعا دورتموند وعندنا طبعا روبرت ليباندويسكي البولندي المهاجم البافاري ولوكاكو طبعا فيه تشيلسي وإمبابي في باريس تانجرمان ليول ميسي في باريس تانجرمان وأخيرا طبعا نمار على مستوى باريس تانجرمان وكريستيانو رونالدو فيه طبعا طبعا القائد ساعتك كان طبعا بيلعب في ريال مادريد حاليا في المان يونيتد اشتركوا في القناة